موسيقى 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 ادعناكم بآخر الفقرات مع إناس أبو شريف. إناس عندها موهب حلو كتير تدمج التصاميم والنقشات التراثية بأسلوب عصري كتير حلو عم بيكون برضو في عليه إقبال من كتير الناس فرح نعرف كيف دخلت هذا المجال ونستعرض بعد التصاميم به صباح الخير إناس صباح النوري أهلا وسهلا فيك صباح الخير يعني شغل ما شاء الله كتير مرتب وحلو كيف بلشت والله هي الفكرة كانت عندي من زمان وأنا بحب يعني شغلات التطريز بحبها وبحب كتير التراث والواحد يعني حلو يحافظ على تراثه يعني عنا إحنا شغلات هاي تقليدية إحنا ورثناها عن ناس تعبوا لحتى وصلوها لها الإشي هذا فحرام إنه نتركها الضيع فلازم نوصل هاي الرسالة ونازم نوصل هذا الهدف لأولادنا وللناس اللي شوي بعاد فمن هون بلشت الفكرة يعني تعاني تعاني تذكري إيش أول إشي تغلت عليه أو أول إطعة طبعاً ما بنساها كنت حابة أبلش ومش عارفة كيف بدي أبلش فدورت بدي أدور على إطعة تراثية مترزة فلقيت هيك عند ماما إطعة أديمة كتير وأطبتها كانت جداً أديمة وصعب فضليت قاعدة يمكن ثلاثة أيام في نفس المكان عبين ما قدرت إني أنقل الرسمة وأطلع نفس الرسمة على ماشة جديدة طبعاً يعني كانت أكتر إشي مرهق نقلتها إمتي؟ نقلتها طبعاً نقلتها أنا أطبة أطبة نقلتها يعني أنت بتعرفي أساليب اللي خياطه بالتطريق؟ طبعاً طبعاً أنا هذا بشتغله في إيدي بشتغله في إيدي ومن هون بلشت يعني صرت شوي شوي أتوسع وان ما ألاقي يعني شغلات أستمدها عن النت عن كتب عن إطع أديمة إطواب أديمة فمن هون يعني صرت أخذ أستوحي أنا رسماتي طبعاً هي هاي النقشات كلياتها هاي نقشات يعني تاريخية أديمة تراثية ما إجت من فراغ أو من عبث صح يعني الناس زمان كانوا من حياتهم من واقع حياتهم السيد تطلع على الحقل فترجع تقعد الترز يطلع معاها هاي الرسومات فعن جد يعني بتحسي قديش وراها قصاص وتريد بالضبط بالضبط حتى اللي بتقعد بتطرز يعني عافي كل مشاعرها صح كل شي عندها كانها بتفرغوا صح يعني بتكون تحكي مع القطعة اللي بتشتغل فيها كل قطبة كل إطعة لها قصة طيب بما إنه حكيت يا حضرتك إنه التطريز يعني فيه له مصادر يعني معينة في التاريخ فيه أي إشي بتعرفي أو فيه أي إشي مثلاً إنه هذا بتعرفي هذا البلد اللي فلانية هذا البلد الثانية هذا من هاي المنطقة طبعاً أكيد أكيد هلأ في عنا كتير عروق في مثلاً هاي العروق من رامالله في عنا عروق من بير السبع في عنا عروق طبعاً تواب رامالله كثير مشهورة هاي كلها عروق تراثية من التطريز الفلسطيني بصراحة التراث الفلسطيني يعني حتى هذا عرق تاريخي هذا اللي على طرف المراي هون كل هاي عروق تاريخية وعروق يعني مستمدة من مستوحى من التراث تمام حبيت برضو دمج المراي مع التطريز هي الفكرة برضو من أفكاري هي الفكرة كيف إنه في بيتنا في الوقت الحالي نحط شغلة من تراثنا من هويتنا من تاريخنا بأسلوب كتير عصري وكتير يكون مودرن ومتناسب مع بيوتنا حالياً ما تحسوا إنه إشي ينافر هيك بعيد لحاله لحاله بالضبط لأنه هلأ ما بتلاقي صبايا مثلاً بيلبسوا توب يعني أنا بالنسبة لي ما بيلبس توب عرفت كي بس ممكن أدخلها في لبسي بطريقة بسيطة ومنعمل هاي الأشياء وبتنطلب مننا هلأ حالياً عم نطلب كتير لا مثلاً أميركا ولا هاي الشغلات بطلبوا مننا يعني لبس تراثي عرفت كيف وإحنا أنا بحب في كل بيت تفوتو تحس فيه شغلة هيك من التاريخ صح منها منها صح فهي رسالة كمان كتير مهمة إنه ما نبعد ما نبعد عن تاريخنا وعن هويتنا مئة بالمئة هلأ الجزادين مدي أسألك هؤلاء حضرتك برضو في إيدك كلهم شغلت فيهم هذا كله شغل يدوي تطريز وفك وتركيب طبعاً مش سهل الشغلة وبيأخذ وقت كيف مميز دانا بدون ما تخربلنا لا لا كيف مميز إنه الواحد يحمل هيك قطعة بالنسبة للست يعني شعورك إذا حامل هيك قطعة يعني يدوية مئة بالمئة كيف تحسي كتير حلو عم نشوفهم على الشاشة تفاصيلهم زي ما أنت حكيتي فيه كتير صبايا ما بيحبوا يمكن يلبسوا اللبس التقليدي لكن مثلاً حتى مع فستان سهرة لما أحمل هاي الإطعاء تحكي عني بحامل إطعاء هيك بسيطة يعني هي بتعطي هوية إنه مين إحنا إحنا عنا تراث كتير حلو فعن جد حلو إنه نحافظ عليه ونوصله للشباب والصبايا وللجيل اليوم كتير حلو كتير كيف هم تختلف الإنتاجات عندك ستي يعني مثلاً صواني سندية برويز بس برواز إشي مراي كيف هم تختلف كيف هم تطلع الأفكار ديش في حجم إنتاجات والله يعني في البداية أنا بلشت أعمل شغلات تتعلق على الحيط في البيت تكون من التراث بعدين صرت أفكر إنه لا ليش ما إشي نستخدم وفي حياتنا اليومية البوكس مثلاً تشوكليت أكسسوارات شغلات زي هيك ممكن كتير عالها عم بيكون عليه طلب هذا السنديء كتير بيكون عليها طلب عنا بالمدخل هاي ممكن تكون لشو المدخل هذا ممكن يستعمل حلويات تشوكليت الأكسسوارات تنحط فيه في ناس بحبه مصحف بنحط فيه ضيافة حتى هذا حلو اللون عجبني آه هذا كمان بوكس ممكن يستعمل لأكتر من شغلة في البيت يعني استخدام عصري في غرفة الضيوف في غرفة القعدة التطاصيل طبعاً هي هون أكثر صح صح الناس بجوز متعودين على الشغلات تراثية إنها شغلات قديمة أو تقليدية أو كلاسيكية أو ممكن تروح لجهة البدائية ولكن بالعكس هذا أنا بحس إنه يعني قطعة زي هاي بتنحط فيه أفخم مكان صح الناس سؤالي إليك يعني إحنا ما نشوف كتير التوجه وهل الحرف اليدوية وهالمنتجات والتصميم سوق المنافسة صار أصعب بالضبط فكيف عم بتميزي حالك بين عجقة المنافسة و بشو بتحسي يعني إشي عم بيساعدك إنك تكوني مختلفة على الباقي هلا أنا بعرفش يعني بحس كل إطعة منهم بتطلع من روحي بتعطي عن جد بتعطي يعني إشي مني عرفتي كيف ما في عندي إطعة هيك يعني ما إلها معنى وبنفس الوقت كتير باهتم بالتفاصيل الصغيرة تصاميم حديثة و كتير باهتم بالألوان يعني بحب الألوان بحب أدخل الألوان يعني بتحسي الألوان عالم هيك بمختلف بحد ذاته فبركز على الألوان بركز على تفاصيل الإطاع بركز على تصاميم زي مؤتد لا تحسي للروح التجارية يعني عم بتحلي مبدأ التراث موجود بإطعك لعبتك بالضبط هي صفت رسالة وعلى أقل من مهلي أنا ما بستعجل في أي شيء يعني تجاري أو أي شيء ممكن إنه يسيء لفكرتي أو لأسلوبي قد تأخذ معك مثلا تطريزة خليني أحكي أدهاي مثلا تقريبا ديش بتأخذ وقت بدها يعني شغل ما ليقل عن أسبوع مثلا آآ بدها يعني تفرغ يعني بدها ما ليقل عن أسبوع تقريبا ما شاء الله الله يعطيك ألف عافظاً الله يعطيك اللي حابب يتواصل معك أناз أنا بعرف بالكتير sharkات أعجب وأتطع كيف يتواصلون؟ طوالله أنا عندي صفحة على الفيسبوك وإنستغرام كمان ليناس هاندنيد ليناس اسمها الصفحة اسمها ليناس هاندنيد وفي عننا على الإنستغرام كمان نفس الباج ليناس هاندنيد نفس الاسم طبعاً في عننا تشكيلة كبيرة وأوسع كمان على الصفحة وأنا عندي ناس كتير بتواصلوا معي بطلبوا مني بيكون فيهم في بالهم شغلة آه بتصممي لهم آه آه بصممي لهم يا حتى البيوت يعني فيه ناس بيحبوا في مدخل البيت يحطوا إطعة تراثية وتيجي يعني كأنها جزء من البيت عارفة في مكان معين في شغلة معينة يعني عن جد أنا بنبسط بس أشوف ناس بيهتموا إنه يحطوا شغلة مثل هيك تراثية في بيوت وأحنا بننبسط كمان بي مصممين زيك تسلمي تسلمي شكراً شكراً اشتركوا في القناة